مسارات ومفاوضات امتدت لسنين عديدة بين إيران والدول الغربية بشأن الاتفاق النووي ولا اتفاق حتى الآن أكثر هذه المسارات إثارة للجدل مفاوضات فيينا التي لم تظهر جدية الحوار بقدر اعتبارها استثمارا للوقت تمكنت خلاله إيران من رفع نسب تخصيب اليورانيوم عدة مرات حتى أصبحت على وشك إنهاء ملفها النووي وتصبح حينها دولة نووية استئناف جديد لمفاوضات فيينا سيكون في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني الحالي كما صرح بذلك نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري الاتحاد الأوروبي بدوره أكد أن المحادثات النووية بين القوى العالمية وطهران بشأن أحياء الاتفاق النووي ستعقد حضوريا مضيفا أن إنريكي مورا سيترأس المحادثات نيابة عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حين قالت واشنطن إنها تأمل أن تعود طهران للمحادثات النووية بحسن نية واستعداد للتفاوض وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيت برايس إن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي سيرأس الوفد الأمريكي في مفاوضات فيينا وبغض النظار عن موعد استئناف المفاوضات إلا أنه لا تفاؤل بنتائجها فمن حيث المبدأ لا يوجد اتفاق بين المتفاوضين على الخطوط العريضة للقضية ثم إن هناك ضبابية في دخول أنشطة إيران الصاروخية ضمن المفاوضات النووية عموما أم لا ويبدو أن إيران لا تريد المساومة على أي قضية تستهدف كبح جماح تمددها الإقليمي وإيقاف أنشطاتها فتحاول المراوغة ونقل المفاوضات من مركز القضية الأساسية إلى هامشها وتبقى المعضلة الأكبر أن بعض الدول الغربية المؤثرة تتخذ موقفا إيجابيا من سلوك إيران وتتعاون مع نظام خامنئي على أساس المصالح المشتركة